تجاعيد من تجاعيد اليوم انا اخبرتكم الوصفة المعجزة التي ستجعلك في سن العشرين مهما وصلتي من عمر اليوم اخبرتكم المعجزة البصل ما شاء الله هالبنات تجعطي واحد نتيجة واحد الغزولتك تحمق مكينة التي شاركتها معها ومرحمتها الوالدين فكل شيء اللي اخبرتكم مصفة البصلة تعجبهم بشكل كبير كبير خصوصا انا نقدمها لكم بشكل طرق نقدمها بسيروم سائل البصلة ونقدمها في وصفة اخرى اللي ان شاء الله مكوينة تنوية خلطة ووصفة سيروم سائلة باش هكذا اللي يعجبها السيروم اللي يعجبها الوصفات الخلاطات تستخدمها هنا بجرد الطرق باش هكذا اللي عجبتها شي حاجة تديرها مثل هاد الفيديو يكون اخفيف درف على قلوبكم وام حاجة البنات هو انه تدعمونا بلايك تشاركوه شركوا فالقناة فعلوا زلجرس خليولينا التعليقات القصراحات م مواضيع سيجń اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لا تنسوا من الايك حاولوا تكتروا منهم لان بفضل الايكا ديلكم تجعلوا ان افضلوا القدام بالنسبة لهذه الوصفة سأعطيك حتى تبيض فيها كل شيء الاجابية الحمد لله فيها علاج تجاعيد كتستطفاليكالوجيه تتخدميها منذ اول استخدامكالنتيجه تحيد لك الحبوب تجبد لك الوجه السواد تحيده من حول الفم تحيد تفتيح 10 درجات الى ما فوق تحيد الكلاف نمش الحروق ديال الشمس تحيد كذلك البنات التسبوغات الهيلات السوداء يعني باش عجبتني فيها كل الاشياء اللي غادي تحتاج اي وحدة في نحنا البنات لانو سباركالله فهذا الحصول الصيف كنت تقولوا لي يارا نحنا نعاني من تسبوغات كلي كتتعاني من الحبوب كلي جربت بزفة الوصفات ونفعتها شي حاجة فان شاء الله البنات غير كما كان قولوا تحديد كمانتغات ويلا عارفكم كلكم نزلوا وديروا لايك الى فيديو وخليوو لينا تعليقات وخليوو لينا كذلك منين يعني انا دولة ولا انا مدينة متبعيننا مرحبا بكم وان شاء الله اليوم غا تبدعي السميرار وغا تبدعي التجاعد ما شغل السميرار ولي شافتك داروا ريما توقفك وتسولك على السر جماد ديلك لانو الوصفة فيها كل شي الاشياء الحمدول الله اللي غا تحتاجي انا فيها أشياء ديال كيما قولنا تجاعد اللي غا تزولك كيما نقولو نحن الكماش أول حاجة هالبناس هنحتاجو هنا هالبناس عندي غنسة وخديت البصلة الحمرة هاته لو كان الحمرة لانو كان البيضة وكان الحمرة كتكون فعالة في الفعالية دياله عكس البيضة فهنا يا لبناس مو يمندرة الحمرة كمية الحمص 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 أقوم بها لاحقة التحديد من خالف حليب مجفف كامل بالبسم حليب الحليب الحمص الخرقوم وعسر البصلة كما قلنا البصلة كلهم نافع ثم نحتاج المياه الورد مياه الورد لما نقوم بها كما نستخدمك مياه الورد نحن نستخدم في المياه الورد ممكن نعوده بالمازهر كما تقولون وضعه بطاولة الزبادي إما الماورد وطانون أما الماذهر هنا كي بقى لكم الاختيار دائما الحج الأنسب لكم سوف نحسجو كذلك اغزالاتين ان شاء الله الى مكون اخير واللي هو انشاء اللي غيفتح ويبير بنسبة انشاء راكينا النوعي دية السدرم نوعي دية سبعة الدراهم النوعي اللي غتناسبكم هي اللي غادي تستخدموها من طبعية الحال المهمة تشيلي كان على بركتي الله ندوزل طريقة ديال تحضير باش من بعد ان شاء الله ندوزل للسيروم او للوصفة السائلة ديال بصلة هنالبناتها ديال خلطة ماشي وصفة سائلة من طبعية الحال الحاجة كما كان قولوا الاختيار كيعود ليكم شوفوا الحاجة الانسب ليكم المهمة هنغنقوها هاد البصلة هادي ها هي البصلة البناز كنت نحطوها مزيان ها هي حمس حبادة بدينا البصلة ها هي نشتوها ها هي نشتوها ونحكوها في هذه الحكاكم اللي احسن البنت كل حكاة الرقيق تبخي احزب تبخي احزب اشتركوا في القناة ثم اخذت سفايا الزوال سفايا المصار نضيف المكونات الأخرى معلقة حليب غبرة الحمص نضيف المكونات نضيف المكونات نضيف المنافع المنافع لذلك منافعها كثيرة و متعددة في علاج تجاعيد و ترهولات و تسبوغات المنافع كبيرة و بزر هنا الناس سأخذوا معلقة ديال كما قلنا اغزالة تنشا و نحاولو نجمعو او لا نحركو نضيف الحليب غفرة معلقة من الحليب المجسس معلقة معلقة ديال الحمص بوضر نضيف الحليب المجسس معلقة ديال الحليب المجسس او لنصف معلقة لأنه لا يوجد الكليف يجب ان يساوب لغيرها نضيف شفية جيل مجيزة نضيف معلقات النشا نضيف معلقات النشا نضيف معلقة نحرك المقادر كاملين نضيف معلقة النشا الوصفة الأولية بالوصلة خلقات المقديلة نضيف معلقة نشا المرورة ولعبة نصف مصفتة ثم نضيف معلقة نشا اللعين اللعين وكذلك حتى علاج تسبوغات على بركة الله نأخذ كمية البصلة نضيفها 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 البصلة الحمراء نضيفها لدينا مزايا لا تحسن نضيفها 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 ماء معلقة عصرة البصلة تبقى الوصفة كل ليلة قبل ان تنعسي نهار الاخر تغسلها نهار الاخر تغسلها لا تتعرض الاشياء للشمس هذا الشيء الذي كان بالنسبة للسيرون و هذا الشيء الذي كان بالنسبة للخلطة البصلة اليوم البنات سوفنا الفيديو كامل كان كما نقوله براعية البصل ما شاء الله على البصلة معروفة بالمنافع ونستخدمها في الماكلة ثم طبعي الحال تبقى هي رقم واحد ولكن في الوصفة الطبيعية قليل وقليل فين استخدمها من هذا المنبر انا بغي نقول لكم اللي بنات اغتنموا الفرصة استخدموها لان المنافع لا تعد ولا تحسس برك الله استخدموها اوضو علي الخبار في التعليقات مهم بسحة وراحة وما تنسونا كما قلت نغزلتي من اللايك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة تشاهدوا في المشكل 담 jogo اشتركوا في القناة ابقى